السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عارفين احلى شوكولاتة ممكن تكلوها هي الشوكولاتة زيادة شوكولاتة لذيذة جدا درك شوكولاتة بحشوة حليب مميزة بشكل مش قادر اقولوك وقدي جميلة هنعملها طبعا من غير سكر وصحية يلا على طول نخش على المطبخ ونبدأ باسم الله خلينا الاول بس نصلي على النبي في التعليقات علشان كمان تاخدوا حسنات وانتو بتتفرغوا على الجدش عندي نص كوباية من الحليب اللي انا غليته وخلينا اتكلم برضو على البديل لو ما عندناش او عايزين نستعمل حاجة نباتية نستعمل اي نوع حليب حليب جوز الهند اي نوع حليب عندي كمان خمس تمرات سواء طمر اناشف او طمر طري عادي جدا هنحطه على الحليب المغلي وبعدين عايزين معلقة كبيرة من الجيلاتين الجيلاتين اللي هو السادة اللي مغنكها لو احنا في بلاد اوروبية لازم بس نتأكد انها مكتوب عليه حلالة او نشتري جيلاتين نباتي حطيت عليها فانيليا سائلة ونقلب ونسيب المكونات بقى دي كده ايه تبرد خالص يعني عايزة كده الجيلاتين مع الحليب والطمر كل حاجة تتجانس مع بعض انا حتى دلوقتي ممكن اسيبه يبرد وبعدين ندخله التلجة فخلينا نجهز بقى ايه الشوكولاتة عندي نص كوباية من جوز الهند او زيج جوز الهند عندي حوالي ست معلق كبار هرمية من الكاكاو الكاكاو لازم يكون نوعيته احنا بنحب طعمه يكون طبعا من جرس سكر علشان يكون صحي كل ما بيكون نوع الكاكاو احنا بنحب طعمه بتطلع نوع الشوكولاتة ده بيطلع طحفة طيب احنا متعودين عندنا في البيت هنا بقى ترند كده في البيت محدش بيخلص حاجة كل واحد كده بيسيب كده فتفوتة بكل حاجة فان هسيب الحب دول في علبة الكاكاو عشان ايه؟ انا ما بخلص حاجة زيهم يعني تفتح علبة الجبنة تلاقي نقطة جبنة تفتحوا علبة الشاي تلاقوا نقطة شاي فخلينا برده انسيب له نقطة الكاكاو احنا بنعملش حاجة في البيت طيب خلينا نقلب خليط الشوكولاتة اللي هو بقى جاهز معنا يا سلوى انت هتعمل دلوقتي درك شوكولة نقرس سكر خالص طيب ما احنا حطنا في الحشوة طمر وده هيكون كافي جدا مش قادر اقول لكم التناسق ما بين طعم الحاجة المرة اللي هو دلوقتي الشوكولاتة مع الحشوة هتكون حلوة ازاي نجيب اي اوالب سلكون عندنا او علب التلاكة اي حاجة ينفع يعني اي وصفة اي حاجة عندنا بتنفع في الوصفة خلينا بس عشان انا بحب طعم القهوة سريعة الزوبان جدا مع الشوكولاتة فخلينا نحطها كده من تحت هعمل قالب وقالب فخلينا كده ايه نرش كده شوية ودي لقيتها احلى نتيجة احلى كمان وما بحطها على خليط الشوكولاتة نفس وكفاية قوي في كل فتحة نحط ايه معلقتين انا عايز اقاملة يعني شوية بس من القلب لان لسه هحط كمان الحشوة ايه طعم الشوكولاتة دي بيبقى رائع جدا جدا احنا عملنا وصفات كده شبه كده على القناة ولكن الوصفة بقى دي بالحشوة حاجة تانية خلص جميلة جدا 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 وطبعا نقدر اللي احنا لو احنا برضو عايزين طعم يكون مسكر شوية كده نقدر نحط اي نوع سكر دايت على خليط الكاكاو ده اللي احنا عملناها يعني الشوكولاتة او ممكن نحط عسل بس ما نحطش كتير لان اي اضافة حاجة سيلة الشوكولاتة دي هتكتل معانا وهيكون لها قوام مختلف ارجوكو محدش يحاول يحط مثلا عليها شوية من الحليب اي حاجة هتختلف تماما يعني انتو شايتين خليط سائل ازاي هو ده الخليط اللي انا عايزينه اي سائل هتحطوها عليه يعني لو انتو حطيتو عسل كمية مثلا كتير شوية معلقة صغيرة اقصى حاجة على الكمية زي سكر دايت اللي بيكون بودر حطو الكمية اللي انتو عايزينها وانا دلوقتي بس بهز القلب شوية واحطوه على الفريزر الشوكولاتة دي بتجمد بسرعة وبتسيح بسرعة فخلينا نحطها بس نصف ساعة يضب بس تجمد يلا نحطها على الفريزر اا تاخد بس التجميدة علشان اقدر ايه احط الحشوة الحشوة كانت بقى في التلاجة بقالها شوية فطلعتها من التلاجة مليحقتش يعني تجمد ولا حاجة فهنجيب اي هند بلندر محضر الطعام الخلاط اي حاجة ايه الخلطة التحفة اللذيذة جدا 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 فوق الخيال مش عارف اقول لكم انا كل شي اقول لكم مش عارف اقول لكم يعني بجد جربوها هتعجبكم جدا و هتعتمدوها كشوكولاتة لذيذة واروع شوكولاتة ممكن تكلوها وخصوصا بقى للناس اللي عندها برضو حاسية من المكسرات لان احنا عملنا شوكولاتات متميزة كانت بالمكسرات والناس كتير قالوا لي يا سلوة عايزين من غير مكسرات وبردو ناس قالوا لي عايزينها تكون نباتية فاحنا قلنا بديل الحليب فكده نقدر اللي احنا ننفذ الوصفة على اي حال من القحول شايفين بقى هو القوام ده اللي انا عايزين لسه 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 يعني ما بنيتش دلوقتي تعالوا نجيب اولي بالشوكولاتة اللي بقى لها نوص ساعة بس في الفريزر ممكن نحطها طبعا في التلاكة بس انا بشتغل بقى بسرعة وتعالوا نحط في كل فتحة من الفتحات دي يعني حوالي معلقتين صغيرين او تلت معلق صغيرة انا هوزحهم بقى عليها يعني هوزح الكمية دي على الست الشوكولاتات او ست ايه دلو اتناشر ما شاء الله انا كل ده فاكرة اللي اربعة من ستة لا اتناشر شوكولاتات هنبيع بالجملة النهاردة عارفين لما بنجيب كنا زمان بقى انا صراحة يعني مفتكر شوانا كبيرة كده اروح تشتريت شوكولاتة يعني بالجملة يعني كنا بنشتري دايما على العيد يعني كده نروح مسلا نشتري شوكولاتة فكنا نشتري علبة بقى شوكولاتة بالعدية بقى كده ونوع بقى ايه كل واحد بيجيب له بالعدية بتاعته شوكولاتة ونوع بقى ايه كل واحد دي التاني من نوع اللي هو جابه انواع مختلفة ونجمع بقى السور ونعد نفتح ونشوف طيب المهم يعني اه احنا حطينا بعد ما حطيت الحشوة حطيتها تاني في الفريزر حوالي يعني ربع ساعة مش اكتر يعني عشان نشتغل بسرعة ونحط بقى الطبقة الاخيرة من الشوكولاتة يعني متخيلين بقى شوكولاتة من تحت وحشوة الحليب وبعدين الشوكولاتة تاني من فوق ايه الحلاوة دي انا خلاص كده بجد الواحد لو تعرفوا قد ايه مضغوط وقد ايه فيه مسئوليات كتير وقد ايه الدنيا يعني بس لما بعمل حاجة زي كده قد ايه فعلا بقى صوتة جدا 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 لان فعلا دي حاجة بتبسط الواحد يعمل حاجة يكون بيحبها وصحية ويقدر كمان يفيد بيها غيره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لما تدعولي يعني هتجربوها تدعولي فعلا كل الدعاء بتاعكو هيوصلني ان شاء الله وهيوصل ليكو برضو الخير كله طيب انا هحطها بقى في الفريزر تاني وقبل بقى ما نشوف شكلها النهائي تعالوا ننزل بالمقاذير احنا عملنا حشوة من حليب نقدر نستعمل اي نوع حليب وطمر وفانيليا ومعلقة كبيرة من الجلاتين السادة والشوكولاتة نفسها نحط اي كمية من زيكوزل هند زيها من الكاكاو ونحط البانيليا وممكن نحط كمان القهوة سريعة الزوابان عشان برضو فينا سألوني 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 ما نجيبش القهوة سريعة الزوابان ينفع نحط قهوة تركي لا هنفعش خلاص ما تحطوش خلاص يعني انتو لو مش بتحبوه او ما عندكوش خلاص ممكن نحط قرفة او من غير يا جماعة يعني دي برضو ازواء طعم القهوة سريعة الزوابان مع الكاكاو حكاية بالنسبة لي ممكن حد تاني ميحبهش ولو اطفال هيكلوا بلاش تحطوا بصوا بقى انا عايز اقول لكم لانا ما استنيتش كتير هي بفروض تعود شوية على اقل ساعتين انا استنيت ساعة يمكن او اقل يمكن بصوا بقى الشوكولاتة هي طلعة متماسكة تتمسك بسرعة وبتسيح بسرعة لاني وقت ما هكون عايزة هروح على الفريزر وطلع القلب اللي انا عايزيها معنى كده ان انا اقدر اعمل كمية اللي انا عايزيها زي ما انتم شايفين كده وطلعها من القلب وحطها في اي علبة في الفريزر اي ناسا تسألني يا سلوى يعني انا لما جي هاكل شوكولاتة هلاقي يعني تلج بقى مش هتبقى متلجة ابدا 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 مجرد ما تكلوها هدفوا بقوكو طعم الحشوة يجنن معها احلى شوكولاتة ممكن تجربوها من الاخر انا اتكلمت كتير وكفاية بقى كده يعني انا اتكلمت كتير نو استنتوا بقى تتكلموا شوية يا جماعة لازم يختروا حاجة اا حد يقولك اا يعني نتكلم مع بعض ااا اقصى حاجة في البس المباشر لما مثلا بفيه بس مباشر ولا حاجة يعني بتكلموا ايه وانتوا تردوا في التعليقات بس لا انا حد مثلا يقول لي هاتي حتة تب افتحها لنا من جوة تب اتورينا شكلها انا سمعت دلوقتي اللي قالتلي افتحها لكو افتحها لكو واسكت لا مش قادر اسكت طعمها يا جماعي بيغني بيتكلم لازم تجربوها اشتروا نوعية زيج جوز هند تكون طبعا قابلة للاكل لان فيه زيج جوز هند للشعر والبشرة وزيج جوز هند للوقتي لكل حاجة في الحياة فا استعملوا نوعية تكون جايبينها من سوبر ماركت او من مكان ببيع اغذية صحية ويكون مكتوب عليه قابل للاكل وعلى فكرة فيه انواع طعمها مش لذيذ يعني تجربوه لحد ما تلاقيوا النوع الحلو لان انتو بتشيروا برضو الشوكولاتة غالية فا استسميروا بقى شوية في زيج جوز الهند والكاكاو الكويس هتلاقيوا احلى شوكولاتة ممكن تكلوها على زقكو وصفة جنن اتمنى ان هي تكون عجبتكو اشوفكو على خير ومع السلامة